انفجار عنيف يستهدف اجتماعاً لوزارة الدفاع حضره الوزير وكبار قادة الجيش في مأرب تعددت الروايات حول مصدر الهجوم إلا أن معظم المصادر تشير إلى أن الاستهداف كان بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي غير أن مصدراً عسكرياً رجح للمساء اليمني أن الاستهداف ربما يكون بصاروخ أطلق من طائرة مقاتلة أو طائرة من دون طيار معللاً ذلك بأن موقع مقر قيادة وزارة الدفاع يجعل منه هدفاً صعباً أمام الصواريخ الأرضية وهما يجعل الباب مفتوحاً أمام الكثير من التكهنات حول الطرف الفاعل وهدفه خصوصاً وأن هذه الحادثة تأتي عقب أيام قليلة من كشف رئيس هيئة عمليات الجيش الوطني اللواء الروك الناصر الذيباني لقناة يمن شباب عن توجه إماراتي لإسقاط مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في وقت سابق الذيباني أوضح أن أبو ظبي قصفت بطائرات كتيبة كاملة في يوم واحد بسرواح وخططت لإسقاط محافظة مأرب وقتلت اثنين من ضباط الجيش الوطني بعيداً عن مسرح المواجهات بعشرين كيلو متراً دون أي مبرر لهذا كله يقول البعض إن استهداف الجيش الوطني وإسقاط مأرب بات هدفاً مشتركاً لكل من ميليشي الحوثي ودولة الإمارات لكن ماذا عن الجيش نفسه؟ لماذا لا يزال غير قادر على حماية وحداته وقياداته بعد أكثر من أربعة أعوام على إنشائه؟ سبق وأن ارتفعت أصوات كثيرة تنتقد ضعف الجانب الاستخبارات والمنظومة الأمنية للجيش في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية والتي قادت إلى إخفاقات عديدة في تأمين قيادات الجيش والدولة رئيس شعبة الاستخبارات السابق اللواء محمد طماح لقي حتفه وإلى جواره عدد من قيادات الجيش الرفيعة في إحدى العمليات التي تبنتها ميليشي الحوثي ولكن كثيراً من الغموض لف تفاصيلها حتى لكأنها تبدو عملاً يستهدف إبقاء الحالة الأمنية للجيش على وضعها وتبقى احتمالات استهداف قيادات الجيش قائمة موجة الانتقادات لأداء الشرعية وإخفاق المؤسسة العسكرية في تأمين أفرادها تتصاعد في ظل استمرار الدعوات لإصلاح الجيش ومكافحة الفساد داخل هياكله ليكون قادراً فعلاً على حمر مهمة استعادة الدولة وحماية اليمنيين